وضمن خطوات الحكم الرشيد وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياء السوداني لمنع الجهات الرسمية من زيارة الوفود العجنبية أو استقبالها إلا بعلم الحكومة وشدد باجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني على أهمية الدول الذي يؤديه المجلس بوصفه السلطة الأعلى في البلاد المسؤولة عن القرار الأمنية مشيرا إلى أن هناك جهات في الداخل والخارج يزعجها أن يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني وأضاف لأننا كلما تقدمنا في خطوات الخدمات سنواجه المزيد من التحديات الأمنية ووجه السوداني الجهات الأمنية لإبداء الصلابة المطلوبة لمواجهة هذه التحديات وأنه لا توجد جهة فوق القانون لافتا إلى أنه يتحتم علينا تعزيز الطابع المدني للدولة وهو ما يتعارض مع اتجاه عسكرة المدن